يقول كده فاية 18 كرئيس كهنة لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين نعم سمعت عن التعبير كده المسأل داي يقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب نعم اسأل مجرب ولا تسأل طبيب كم بالأحرى لو كان الطبيب عانى من نفس المرض أو من نفس الوجع اللي بيعاني منه المريض أنا حدثك قاريت في كتب الطب كتير عن المغس الكلوي وعليكت مرضى كثيرين من المغس الكلوي لكن في يوم الأيام جاني المغس الكلوي جاني المغس الكلوي في يوميها فقط حسيت بمعاناة اللي عنده مغس الكلوي لما كان يجيني واحد يقول لي عندي مغس في الحتة دي ومش قادرة تكلم أقول له استن أنا حاسس بيك ليه حاسس بيك مش عشان قاريتها في كتب الطب ولا عشان الطب بيقول ادي له لأني أنا اختبرت اكتست في ذات الطريق في الحقيقة الله قبل التجسد في المسيح طبعا يدرك كل شيء يعني لو واحد مثلا فقير وقال له الله أنا فقير الله عمره بيقول له يا ابن أنا مش حاسس بيك معرفش انت بتحس بايه لا الله طبعا يعني كامل الإدراك قبل التجسد وبعد التجسد إلا إنه إلا إنه أنا لما كن بكتاز ظرفه معين صعب وأجري على المسيح وأنا أتأمل فيه باعتباره اكتاز نفس الظرف اللي أنا اكتزت فيه مش ده بتأملي في شخصه كمان اكتازه في ذات الموقف مش داي الديني معونا فلو أنا مثلا على سبيل المثال لو أنا مظلوم وظلم كتير في العالم يا أخ نظار في هذه الأيام مش كده برضو لو أنا مظلوم فأجري أركع وأتأمل في المسيح باعتباره مظلوم مش مكتوب عنه في أشياء تاته خمسين ظلمة أما هو فتزلل ففرصتك يا أيها الأخ المؤمن المظلوم أنك تجري كالمسيح تجري للمسيح باعتباره رئيس الكهنة باعتباره إنسان ظلم اتأمل فيه طبعا هو قبل التجسد يشعر بظلمك لكن ما كانش فيه فرصة أني أتأمل فيك المظلوم لكن أنا حاليا أقدر أركع وقول له أنا وأنت مظلومين وأنا أستاهل أني أبقى معاك في نفس الخانة وفي نفس الموقف يا سلام يا من ظلمت فأجد في ظلمه معونا أجي مرة تاني أكون فقير المسيح فيما هو قد تألم مجربا كان فقير اللي خلق العالم كله ده كان فقير آه كان فقير في ميلاده إذ لم يكن لهم موضع في المنزل قمطته وأدقعته في مزود في حياته كان للسعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فلم يكن له آينا يسند رأسه لم يكن يمتلك دينار لما مرة أدوله نعطي جزي لقيصر أم لا نعطي قال طب فيه دينار في جيبي ورحم طلعه وقال لي من هزي الصورة وهزي الكتابة لا طلعش من جيبي قال أتوني بدينار طيب أنت ممعكش دينار لا مموش دينار إذن لما أنا أكون فقير إيه لي الدين المعونة لي الدين المعونة أروح لو هتغني أقول له أديني شوية فلوس ولا مصاري لا لي الدين المعونة أني أركع وتأمل في المسيح الذي افتقر وهو غني طب لو في خدمتي قالوا علي مجنون ينفع أخذ معونة من المسيح حدثك عاستو أقول حاجة تفضل أو عاستو قتاني ده أسمع آه لو أنا في خدمتي قالوا علي مجنون ممكن تقال عليها حدثك مجنون طب ممكن أحصلتش باقع بك حصلت كثير حصلت طب إيه لي عزيني الهزيني أجري المسيح كريسة كهنة وقد تألموا مجربا أقول استهنى عايزة أتأمل فيك قال قالوا عليك أريبك أقاربه خرجوا ليمسكوه خلي بالك من أقاربه أريبه يعني يمكن عيال خلط ولا عيال عم ولا حاجة وراحوا للقدسة المطوبة ومريم قال لها ابنك ضحي فضحنا في البلد ده لازم يورض على طبيب نفساني يا سلام يا يسوع تعزيت أو يا يسوع لما قالوا علي مجنون تعزيت في إيه جريت عليك كريسة كهنة ووجدت في شخصك قد تألمت مجربا تقدر تعيني أجد في شخصك المظلوم عزاء في ظلمي أجد في شخصك الفقير عزاء لفقري أجد في شخصك كالمتهم أنك مجنون عزاء لتهمتي أجد في شخصك الذي قيل عنك بك شيطان وبعلى زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين عزاء لتهمتي أجد في آلامك عزاء لألامي يعني إيه اللي عزيني ويديني معونة لو أنا من أجل المسيح لطمت أجري أجري وأرى الآية حين إذن أخذ يصوع بلاطس وجلده ودفر العسكر إكليلا من شوق وضعوه على رأسه وكانوا يلطمونهم أفلطمت يا سودي معونة لي إذا لطمت جمعوا عليه كل الكتيبة فحين إذن لكموا وآخرون لطموا وبثقوا في وجهه أي نوع من الآلام أكتاز ومش بسبب شر آلام بسبب البر أو آلام أكتاز فيها كامتحانات إلهية تأت المعونة من تأملي في المسيح الذي تألم مجربا يقدر أن يعين المجرب حتى لو خدوني يسلبوني مش هلاقي معونة في صلبي ما فيش حاجة تديني معونة في صلبي غير إني وأنا بأصلب أتأمل فيما من تألم مجربا فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين هكذا كل أنواع الألم نفسية كانت أم جسدية ما ليش بيتنا فيه كل واحد مضى إلى بيته أما يسوف فمضى إلى قبل الزيتون حتى لو واحد باعني وخانني أقول إذا دنت بعوك دنت دنت يهوزة باعك يا سلام وانا بعوني يا رب وانا واحد أنكرني يا رب وانا واحد خانني يا رب أجري كل موقف أجري للمسيح وأجري أنه فيما هو قد تألم مجربا هنا كإنسان لماذا تجسد المسيح لكي يعطي المعونة الإلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر